لا تبتعدوا أية جماعة عن نهج الحسين عليه السلام إلا ويذيقهم الله عذاب الخز ويلبسهم ثوب الذل ويديلهم بصغار ويجعل بأسهم بينهم ثم لا ينصرون الحسين نور في أبصارنا وضمير في وجداننا ودم في عروقنا ونشيد على شفاهنا وليس باستطاعة أحد أن ينتزع الحسين منا إذا دارت حياتك بين أمري إما أن تعيش وأنت دليل أو أن تموت وأنت كريم فلا بد أن تختار الثاني على الأول وهذا أول درس من دروس ثورة المسيح لقد علمتنا العقيلة زينب عليها السلام أن مواجهة سلطان الجور وهو في عز قوته وسطوته أمر يسهله الله تعالى حتى للنساء الأسرار هل بقي بعد ثورة الحسين عذرا لأحد في السكوت على الباطل والقبول بالظلم والطاعة للطاهوت؟ قد علمنا الحسين أن السلطان الظالم ليس ظل الله في الأرض بل هو ظل إبليس فيها أما ظل الله فهو الإمام العادل الذي يقاوم ذلك السلطان لو أن الله تعالى دمر الكون كله لظلامة الحسين عليه السلام ومقتله لما كان ذلك مخالفا لعدالة ربنا ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رأس الشجرة الملعونة في القرآن ليقطعها ولما كادت أن تسقط عمد دهاتهم إلى إظهار الإسلام وإبطاء الكفر ثم مالوا إلى أهل بيت النبي ليقطعوا رؤوسهم واستطاعوا في كربلاء أن يحاصر الحسين سيد بيت النبوة بجيوش جرارة وأن يقتلوه ومن معه من أصحابه إلا أن دماء الصف الشهيد تسربت إلى جذور شجرتهم فأحرقتها ورمت بها في قعر جهنم فأتى الله بنيانهم من القواعد فَخَرْبَ عَلَيْهِ السَّعْفِ فَخَرْبَ عَلَيْهِ وَخَرْبَ عَلَيْهِ